أهلاً وسهلاً لكل حبايب يا رب دايماً يكونوا بقى الفخير وبصحة وسعادة ويوم جديد سعيدة على الجميع إن شاء الله بإذن الله دايماً كده تعالوا نشوف الخبر الغريب ده كده معنا زوجان اشتريها صمرة فلفل ثم اكتشف صدمة كبيرة بداخلها أصابت زهول زوجان كنديان خلال إعدادهما الوجبة عندما عصر على مفاجأة غريبة في صمرة فلفل أغضر كان قد اشتريها من أحد المتاجر البقالة فحسب وسائل إعلام حلية عصر الزوجان على دفضع أخضر حي داخل سمرة من الفلفل كانت بحسب كلامهما سليمة حين قام بشراءها ولا يوجد بها أي سقوب وإذا كان من المعتاد العصور على حشرات صغيرة داخل بعض أنواع الخضار والفواكه إلا أن الأمر بدأ غريباً للغاية أن يوجد كائن بحجم دفضع حي داخل حبة من الفلفل والأغرب من ذلك أن تلك السمرة قشرتها سليمة ولا يوجد بها أي فتحات ويفكر لما نقلت صحيف الديلي ميل فإن ذلك الدفضع الذي يعتقد أنه من فصيل الدفضع الشجر لم يصيب بأي أزى خلال تقطيع الزوجان لسمرة الفلفل بسكين المطبخ قبل أن يسارع بالسمرة إلى متجر البقالة الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم الكيبيك وعلى الفور قاموا مختصون في الوكالة الكندية لفحص الأغذية بقتل وتشريح الدفضع في محاولة لفك حيوت اللغز ومعرفة كيف انتهى هذا الحيوان داخل صمرة رقيقة الكشرة دولة أن يكون بها حتى لو سجب صغير والهذا الحيوان جاء بالأساس من هندروس مكان المنتج الأصلي أم أنه كان بالأساس في كندا حيث تعيش أيضا أنواع من دفاضع الشجر وحتى الآن تعددت الفرديات بشأن هذه الحادثة الغامضة فربما تكون بيضة وضعتها أنسة دفضع داخل زهرة قبل أن تنمو بشكل كامل وتتحول إلى صمرة فلفل ولكن نمو التفضع في هذه الحالة سيكون أسرع من نمو الصمرة مما يجعل الأمر صعب القبول من النحية النظرية طبعا زي ما احنا شايفين كده حبيبي وطبعا لكن الصمرة من يعتقد أن الأمر كله قد يكون مجرد خدعة من الزوجان لكسب الشهرة عبر وسائل الإعلام ولكن تبقى الأمور معلقة بانتظار بيان نهائي منه